بغداد تؤكد عدمانياتها القيامة بعملية عسكرية ضد كردستان ترامب يحذر لدينا أساليب مختلفة للتعامل مع كوريا الشمانية واجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول بورما الجمعة أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن العراقي افأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي أن بغداد لا تنوي القيامة بأي هجوم عسكري على أقليم كردستان العراق أو المناطق الخاضعة للسيطرة قوات الفيشماركا في كاركوك مؤكدا أن الجيش العراقي يستعد لإطلاق عملية لتحرير القائم وألوياتها لمحاربة داعش فقط وضف الحديثي أن بغداد مستعدة للحوار مع أقليم كردستان وفقا للشروط التي أعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي سابقا طلب العضو بمجلس قضاء الحويجة أحمد خرشيد القوات المشتركة بإطلاق عمليات للتأكيد على تطهير المناطق التي تم تحريرها في القضاء جنوب غربي كاركوك محذرا من اختباء أفراد داعش في أنفاق تحت الأرض أو مناطق نائية لاستخدامها لشن هجمات على القوات المشتركة وضف خرشيد أن هذه القرى يصل عددها إلى نحو مئة قرية تحتاج إلى تطهير لإطمام عملية تحرير الحويجة داء بداعش منذ ظهوره في مدينة الموصل على تنوع أساليب لتمويل هجماته الإرهابية في مناطق احتلاله من تلك الطرق سرقة ممتلكات أهالي قضاءة العفر من أجهزة وأثاث منزلي وبعها فيما يسميه التنظيم بسوق الغنائم الذي كان يجمع فيه أنواع من مقدرات المدنيين التي يقوموا بسرقتها تفاصيل أوفا مشاهدين في سياق تقرير مراسلنا وسام يوسف هذا ما كان يسميه داعش سوق الغنائم حيث كان يسرق مقاتله الأجهزة والأثاث من منازل المواطنين في المناطق التي كان يحتلها لا سيما في تلعفر لكي يقوم فيما بعد ببيعها لغرض تمويل عملياته الإرهابية بعد أن اعتبرها غنائم حرب أخي أي واحد يطلع على الجيش أو على البيش مرقة يسحبون غرضه كأنما مال داشر يطبون لليبيوت يقوم يأخذونه أو بيناتهم يتقاسمونه أو يبيعونه في تلعفر كان ما يسميه داعش سوق الغنائم منتشرا في ساحات عدة نظرا لكثرة المسروقات التي يجلبها مقاتلوه حيث خاصص الكثير من مناطق البيع وجمع فيها أنواع من الممتلكات المسروقة أو المصادرة من منازل أهالي تلعفر هذه إحدى الأماكن في مدينة تلعفر التي استخدمها داعش لبيع بعض أغراض الناس التي سرقها من المنازل بعض الأثاث وبعض الأجهزة التي سرقها من منازل الأهالي لكي يبعه هو يسمي هذا المكان سوق الغنائم يعتبر هذه الأثاث وهذه الأجهزة التي صادرها من منازل المدنيين يعتبرها غنائم ويقوم ببيعها هنا في هذا المكان هذه الساحة التي تقع عند المدخل الشرقي لمدينة تلعفر جمع فيها مقاتلو داعش أجهزة استقبال القنوات الفضائية الساتليت في محاولة منه لعزل المواطنين عن العالم الخارجي حيث يخشى من الاطلع على خسائره أو توعية المدنيين بكيفية نقل المعلومات إلى القوات الأمنية أي واحد يعني تجيهم معلومة طالع خارج يكتبون على البيت ما له وقف على الباب هذا أصبح لهم محد يقترب عليه إذا طلع خارج رئيس العائلة بقت عائلته هاي هو عائلته تطلع بره ويأخذون البيت كامل يستخدمونها لهم سيارة يأخذونها لهم والباقي إذا غنب شيئا للأكل والمواتهم للأكل الأثاث يبيعوها اللي أسعارها زينا الأذى الذي ألحقه داعش في المناطق التي كانت تغضع لاحتلاله كان نتيجة فرضه مختلف أنواع القمع الحريات المواطنين وعبر ممارسات فرضها عليهم من أجل إدامة بقائه دون الاكتراث لمعاناة السكان أربع سنوات مضت والأطفال النازحون من قضائي القائم وراوى الواقعتين على الشريط الحدودي مع سوريا غربي العراق ما زالوا من دون تعليم ومع مرور الأيام يزداد قلق أهل هؤلاء الأطفال على مستقبل أبنائهم خاصة وأن مناطقهم ما تزال تحت احتلال داعش تفاصيل أوفى في سياق تقرير مراسلنا أيضا وسام يوسف إلى هذا المخيم ما تزال عشرات العوائل تصل كل يوم في رحلة نزوح من مناطق القائم وراوى الواقعتين على الشريط الحدودي مع سوريا غربي العراق هربا من تنظيم داعش الذي ما يزال يحتل هذه المناطق بانتظار عملية عسكرية للقوات العراقية من أجل تحريرها صارنا في الثلاث سنوات تحت رحمة داعش وماكو مدارس ندرس أطفال ولعدنا مكانية على عيش حس صار يعني شوية الوضع من الناس الخيرين وجبث جهالي طلعت فس هنا جينا هنا هم من ما سجلتهم هم مدارس قريبة ماكو علينا مكانية ماعدنا وعندها الطفلة صاروا إياها حادث بل القائم هناك وصارت خارسة وطرشة لنا مستحقات المدرسة بس مدارس قريبة ماكو نسجله ومكانية ماعدنا ومساعدات ماكو صحيحة الناس وناس وهذا البنات ابوه من قتاله داعش لأنه كان منتزه بشرطة ما بين واقع المعيشة الصعب ومرارة النزوح أطفال في هذا المخيم الواقع في منطقة الـ 18 كيلو غربي الرمادي محرومون من حق التعليم للسنة الرابعة على التوالي لعدم وجود مدارس قريبة محرومون من حق التعليم للسنة الرابعة على التوالي لعدم وجود مدارس وصار عمرهم 10 سنوات و11 سنة و12 سنة وبعد ما مرتب بعد ما يعرف دار دور بعد ما يعرفها اسمه بعد ما يعرفها اسمه ما يعرفه كتبة اسمه ابوه ما يعرفه كتبة هذا شنو مستقبله شنو مستقبل يعني يعني مثل ما حجيت لك الناشد الخيرين وناشد الطيبين وناشد العراقيين الشرفاء الأصلاء بأنه ينظرون وينظرون الحالة أطلعنا هذولي وشوفونا حال شريع أكثر من ثلاث سنوات مضت على وجود هؤلاء النازحين في المخيم ومع مرور الأيام تزداد معاناتهم كما قلقهم على مستقبل أبنائهم خاصة وإن مناطقهم لم تتحرر بعد من احتلال داعش يعني موالد 2008 كلهم حمت المدرسة هاي كل المخيمات موجودة وشوفها كلهم تقريبا يعني لو تريد تقارن كلهم تقريبا من هذا الطفل هذولها كلهم موالد 2008 2008 يجوز 2007 أبيهم راح يفسدون عمي جهاننا راح تفسد ما تطلع لا تعرف لا تقرأ ولا تكتب يصير أمي نرجع على أمي الأولية ما يفتهمون لا قرأة ولا كتابة احنا من نريدهم بالمدرسة قلت يتعلمون لقرأة الكتابة لو بس يعرف اسم أمه واسمه بوهم كافي تسأل يجاوب ما يجاوبون هاي الأطفال كلتها الذنب مالها شوف علي من راح يصير حرمان الأطفال من التعليم في هذا المخيم يشكل تحديا كبيرا بل هاجسا لذويهم قد يستمر لسنوات قادمة ويبقى قسم كبير من أطفال العراق مهددا سواء بالأمية أو التطرف ما لم تتدخل الجهات المعنية بتقديم حلول ناجعة وعاجلة لإنقاذ هؤلاء الأطفال أكدت مصادر تركية أن وحدات من الجيش التركي قامت بعمليات استطلاع واستكشاف داخل محافظة إدلب السورية تحضيرا لإدخال قوات أكبر تطبيقا لاتفاق مناطق عدم الاشتباك ومن المتوقع أن يقيم الجيش التركي العديد من نقاط المراقبة والتمركز في إدلب حيث ستتكفل تركيا بحماية الاتفاق من الداخل والجيش الروسي من الخارج أحييكم من جديد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك مواقف مختلفة داخل الإدارة الأمريكية بشأن طريقة التعامل مع ملف الأزمة النووية مع كوريا الشمالية وضف ترامب أنه أكثر حدة وصرامة في هذا الأمر عن كثير من الدول الأخرى لفتا إلى أنه سيقرر في النهاية ما هو الشيء الأفضل للولايات المتحدة والأفضل للعالم تنظم فرنسا وبريطانيا يوم الجمعة اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول بورما يشارك فيه خصوصا الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان وسيتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع في ولاية راخين في غرب بورما وأحوال اللاجئين هذا وتتفاقم مأساة مسلمين روهينغا يوما بعد آخر فإلى جانب الاضطهاد والتطهير العرقي الذي يمارسه الجيش البورمي والميليشيات البوذية المتطرفة تواجه هذه الأقلية المسلمة خطر تفشي وباء الكوليرا في المخيمات التفاصيل في تقرير الزميل نظال عمرية في بعض الأحيان تعادل الصورة ألف كلمة حينئذ تنطق المشاهد ويكون للصمت معنا أشد هنا تتسع الرؤية وتضيق العبارة وتتقمص هذه الصور دور الحروف فيغض لنا المشهد واضحا حول هول مأساة مسلمين روهينغا في بنجلاديش بعد تعتيم أريد له أن يكون مطبقا وحين تفتح ثغرة للوصول إلى لب الحكاية تواجه بإنكار جميع الحاضرين هنا من الفارين من جحيم الإبادة العرقية الحاصلة في ميان مارة كثير منهم فقدوا عائلاتهم هناك ومنهم من أسعفه الحظ ولو مؤقتا ووصل إلى هذه المخيمات هؤلاء الهاربون من موت إلى موت قتل من خلفهم وغرق يتربص ببعضهم وكوليرا في مخيماتهم أكثر من نصف مليون مسلم روهينغي يعيش في مخيمات غير مهيئة لإيواء اللاجئين ما يشكل أرضية خصبة لظهور وانتشار مرض الكوليرا وحدوث كارثة صحية لا يحمد عقباها اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر وأطلقتها أوسع حملة تلقيح ضد الكوليرا منذ كارثة هيتي لتأمين الوقاية من المرض لنحو 650 الف لاجئ كما بدأت بتوزيع 900 ألف جرعة تطعيم ضد الوباء في المخيمات بدورها الأمم المتحدة أعلنت أن حملة القمع المنهجية ضد مسلمين روهينغا كانت بهدف طرد هذه الأقلية نهائيا من ولاية راخين غرب البلاد ذلك يعني أن الهجمات الوحشية في الولاية كانت على قدر من التنظيم والتنسيق ولا تقتصر فقط على حمل السكان على الرحيل عن ميانمار بل أيضا لمنعهم من العودة وجوه أرهقها التعب وأعين تترقب المجهولة يتساءلون عن تحرك جدي لمأساتهم المتفاقمة في ظل صمت دولي مريب بالرغم من النداءات والتحذيرات التي أطلقتها المؤسسات الإنسانية فهل تشهد الأزمة انفراجا قريبا؟ أم تذهب تلك الاستغاثات أدراج الرياح؟ ونستذكر قد أسمعت لو نادي تحيا ولكن لا حياة لمن تنادي سعيدة أتيباري فتاة أفغانية من ذوي الاحتياجات الخاصة استخدمت الزمرد والذهب لتصميم قلادة بقيمة 8000 دولار أمريكي أخبار الآن وبمناسبة يوم الفتاة العالمي الذي احتفل به العالم يوم أمس زارت سعيدة وزملتها نتابع لم تمنع الإعاقة الفتاة الأفغانية سعيدة أتيباري من مواصلة درب الحياة فبموهبة فذة استطاعت مع هذه الفتاة الصماء خوض غمار العمل بموهبة لا يمكن تجهلها فكانت محبوظة بأن التقت بمن فتحت لها أبواب العمل انضمت سعيدة إلينا قبل حوالي عام ونصف كنت أتساءل كيف يمكن أن تتكيف مع أجواء التدريب إذ أنها فاقد لحاسة السمع بعد فترة وجيزة ظهرت بمهارات عالية سعيدة فتاة مبدعة قبل أن تنضم إلى هذا المعهد حصلت على جوائز وشهادات قيمة بعضها جاء من منظمات دولية صحيح أننا نواجه صعوبة في التواصل معها في بعض الأحيان إلا أننا نتعامل معها كباقي الموظفين والزملاء هي فتاة محترمة ومحبوبة لدى الإدارة والزملاء أيضا عندما سمعنا خبر القلاد التي وصلت قيمتها إلى ثمانية آلاف دولار والتي صممتها سعيدة في وقت قياسي فرحنا فرحا شديدا وقمنا بتهنئتها بشكل غير مسبوق نالت سعيدة ثقة جميع العاملين في المعهد سعيدة تتمتع بمعنويات عالية ولا تضع نفسها من ذوي الاحتياجات الخاصة بل تحب أن تظهر أن الإعاقة أمر طبيعي ويجب التعامل معها بشكل إيجابي هي تحب مساعدة الآخرين وتحاول أن تكون قدوة لهم وإذا كان هذا ما لقته في العمل فلا شك أنها لقيت أيضا في منزلها من أهلها الدعم الذي أوصلها لهذا النجاح ولدت سعيدة في باكستان حيث كنا لاجئين هناك بعد ولادتها بثلاثة أيام أصيبت بمرض وحمى شديدة وجاء أبوها ونقلناها إلى المشفى وخضعت لعملية جراحية وبعد 15 يوما خرجنا من المشفى بعد أن تحسنت حالتها الصحية بعدها علمت أنها تنام لوقت أطول مما كانت تنام قبل العملية ووجدت أنها لا تنتبه لأصوات الناس ولو كانت عالية ولم تكن تستطيع الوقوف بساقيها بشكل مستقل فقلت في نفسي بعد فترة ستكون على ما يرم وبقيت هكذا إلى أن وصلت عامها الثاني فعطت إلى المشفى مرة أخرى وبعد فحوصات طبية كثيرة أخبرنا الأطباء أن سعيدة فقدت حاسة السمع بسبب الأدوية التي كانت تطعطاها بعد العملية أنا سعيدة جدا بأنني أكملت دراسة وتعليمي في فن تصميم إعاقتي لم تمنعني من مواصلة مسيرة المهنية صحيح أنني لا أسمع شيئا لكن هذا لا يعني أن تتوقف حياتي أشعر بارتياح حين أكمل تصميم خاتم أو قلاد من ذهب وأشعر بامتنان أيضا حين يقترب الشخص وأنا أشارك في معرضة عالمية ليسألني عن أعمالي وعندما يكتشف أنني لا أسمع ينذهش ويتعاطف معي رسالة إلى الفتيات ذوي الاحتياجات الخاصة هي أنه يجب عليكم اكتشاف الطاقات الكامنة والمواهب الموجودة في كون لن يهب لكم أحد شيئا كما أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يمنعكنا من تحقيق أحلامكم بهذه الرسالة تختم سعيدة كلامها بكثير من الأمل والإصرار على النجاح أحييكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحفة العربية لهذا اليوم تجواننا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي نقرأ منها نظرات ذكية تسهل حضور الصم العروض المسرحية جاء في تفاصيل الخبر طورت شركة إبسون نظارة ذكية لمساعدة المصابين بالصم أو ضعف السمع في متابعة العروض المسرحية حيث تعرض النظارة نصوص الحوار المسرحي في عبارات مكتوبة على أحد حقول الرؤية في النظارة إلى صحيفة اليوم السابع المصري مشاهدين التي اخترنا منها لكم الصين تطلق رجل شرطة آلي للسيطرة على الحشود أطلقت الصين عددا من رجال الشرطة الآليين في بكين للسيطرة على حشود الناس وزودت هذه الروبوتات ببرنامج التعرف على الوجه الذي يمكنه الشعور بالخطر ونطالع من صحيفة الشرق الأوسط علماء يصنعون إسمنت أخضر صديقا للبيئة اجتمع خمسة عشر عالما دوليا في مدينة زيورخ السويسرية للبحث عن إسمنت لا يضر بالبيئة عند إنتاجه وقال العلماء إن المشروع سيصبح حجر الأساس بالنسبة للبشرية في البحث عن بدين بيئي لأهم عناصر البناء في العالم إلى صحيفة الميان الإماراتية مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها شابة تركية تستفيق من غيبوبتها لتتحدث الروسية بطلاقة أفاقت شابة تركية من غيبوبة لتجد نفسها تتحدث اللغة الروسية على الرغم من عدم معرفتها بها سابقا وقد تعرضت تلك الفتاة إلى حادث مرور قبل أربعة أشهر ختاما مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية أبل تنتج مسلسل خيال علمي قالت مصادر مطلعة إن شركة أبل تضع اللمسات الأخيرة لاتفاق على إنتاج عشر حلقات جديدة من مسلسل الخيال العلمي Amazing Stories وذكرت المصادر أن أبل خصصت مليار دولار لبدء إنتاج هذا العمل الفني نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا في وقت أصبحت فيه خدمات الإنترنت في السعودية المحركة الأكبر لقطاع الاتصالات أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة لقياس مستوى جودة خدمة الإنترنت التفاصيل في تقرير الزميلة ديمان جم في خطوة تزيد من مستوى إيجابية وحيوية خدمات الإنترنت في المملكة أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن إطلاق مبادرة مقياس وذلك لرصد وقياس المستوى العام لجودة خدمة الإنترنت بيّنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أنها تهدف من هذه المبادرة إلى توفير معلومات للمستخدمين عن جودة تجربة الإنترنت المقدمة لهم بشفافية ووضوح والمساهمة في زيادة المنافسة بين مقدمي الخدمة لتحسين الجودة بالإضافة إلى نشر تقارير دورية عن أداء الإنترنت في البلاد تأتي هذه التطورات في الوقت الذي أصبحت فيه خدمة الإنترنت في السعودية هي المحرك الأكبر لقطاع الاتصالات في البلاد إذ باتت الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في السوق المحلية تركز كثيرا على رفع مستوى جودة خدمتها في هذا القطاع الحيوي في ظل تنام ملحوظ في استخدام الأجهزة الذكية أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن قياسات تجربة الإنترنت تتأثر بعوامل عدة منها كفاءة مقسم أو برج شبكة مقدم الخدمة وبعد المسافة الفاصلة وسلامة إعدادات المودم والراوتر والتوصيلات الداخلية لدى المشترك وكذلك عدد المستخدمين والأجهزة للاشتراك الواحد في الوقت نفسه تأتي هذه المعلومات في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الاتصالات في أحدث إحصائية لها عن بلوغ عدد اشتراكات خدمة الاتصالات المتنقلة في البلاد إلى أكثر من 43 مليون ونصف المليون اشتراك يشار إلى أن مقياس عبارة عن منظومة أدوات مختلفة للمستخدمين توفر قياسا لجودة الإنترنت المقدمة لهم وتمكن من متابعة معدلات مستوى الجودة على فترات زمنية مختلفة بشكل أسبوعيا أو شهريا أو سنوي وذلك بناء على معايير فنية معتمدة وموثوقة يتبنىها كثير من منظمي قطاع الاتصالات في العالم مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورا والبرازيل وغيرها أشرت اللجنة الألمانية الدائمة للتطعيمات أن لقاح الإنفلونزا يحمي ضد فيروسات الإنفلونزا وليس نزلات البرد التقليدية وأن مفعول لقاح الإنفلونزا يتراجع مع الوقت ولا بد من إعادة الجرعة سنويا أو موسميا تفاصيل أوفة عن العلاج مع المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن عبير عبدالله مع بدء فصل الخريف تكثر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا ويمكن تجنب العدوى من خلال تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا وتوصل لجنة الدائمة للتطعيمات بتطعيم الأشخاص الذين لديهم ظروف صحية خاصة مثل كبار السن والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة لأن نظام المناعة عند المسنين في الغالب لا يكون قويا وأيضا تكون الاستجابة المناعية للقاح غير جيدة لهذا السبب يتوفر للأشخاص بداية من عمر الخامسة والستين مادة مساعدة مع اللقاح ولا ينصح بالتطعيم للجميع إلا إذا كان الشخص عرضة دائما للعدوى أو مصابين بأمراض مزمنة فحينئذ يكون التطعيم مفيدا مثل الأشخاص الذين يتنقلون يوميا عن طريق وسائل النقل الجماعي يكونون أكثر عرضة للعدوى الفيروسية من الأشخاص الذين يتنقلون بالوسائل الخاصة وأشارت اللجنة الدائمة للتطعيمات أنه من الممكن للأشخاص الذين تلقوا اللقاح أن يصابوا بنزلة البرد فالتطعيم ضد الإنفلونزا يحمي ضد فيروسات الإنفلونزا وليس نزلة البرد التقليدية وتعتمد فعالية التحصين ضد فيروسات الإنفلونزا على سلالات الفيروسات الموجودة ولا يمكن الوصول إلى النسبة الكاملة وفي الغالب توفر اللقاحات حماية من نحو 50% من أمراض الإنفلونزا ولا يستمر أثر التطعيم مدى الحياة لأن الفيروسات تتحور لذا يفضل تلقي التطعيم الجديد كل عام نظرا لأن مفعول اللقاح يتراجع مع الوقت وينبغي تلقي التطعيم من بداية موسم الإنفلونزا في يناير غير أن الجسم يحتاج إلى أسبوعين تقريبا بعد التطعيم حتى يعمل بشكل صحيح في مواجهة الفيروسات لذا تنصح اللجنة الدائمة للتطعيمات بتلقي التطعيم في شهر أكتوبر أو نوفمبر أو حتى في وقت لاحق بعد ذلك قالت دراسة لمنظمة الصحة العالمية إن مستوى بدانة الأطفال والمرهقين في أنحاء العالم قفز عشر مرات في الأربعين عاما الماضية وإن الارتفاع يتسارع في البلدان المخفضة والمتوسطة الدخل المادي تفاصيل الدراسة مشاهدين في تقرير الزميلة عن الظاهر حياة سريعة ووجبات سريعة والكثير من أنماط الطعام غير الصحي هكذا هي الحياة في القرن الواحد والعشرين ولكن كيف تنعكس هذه السرعة على صحتنا؟ الأمم المتحدة أجابت على هذا السؤال بأرقام صادمة وبحسب دراسة أجرتها فإن مستوى بدانة الأطفال والمرهقين في أنحاء العالم قفز عشر مرات في الأربعين عاما الماضية وإن الارتفاع يتسارع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل خصوصا في آسيا ونسبة لباحثين في أمبريال كوليج لندن وفي منظمة الصحة العالمية فإن الدول الغنية أيضا ليست في منأة عن هذا الموضوع فحتى مع عدم وجود زيادة في معدلات البدانة في الولايات المتحدة وشمال غرب أوروبا فالأرقام أصلا مرتفعة هناك بشكل غير مقبول وقال الباحث الرئيسي في الدراسة إنه في عام 2016 كان ما يقرب من ثمانية في المئة من الصبيان وما يقرب من ستة في المئة من الفتيات في أنحاء العالم بدناء مقابل أقل من واحد في المئة من الجنسين في العام 1975 ودع الباحثون إلى تحسين التغذية في البيت والمدرسة وممارسة المزيد من التمرينات لمنع جيل من البلوه وهو عرضة لمخاطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والسرطان بسبب البدانة وقالت الدراسة إن هناك حاجة لمساعدة المستهلكين على الاختيارات الصحية ودعت إلى ضرورة التفكير في فرض ضرائب وقيود أصارمة على تسويق الوجبات السريعة وأضافت الدراسة أنه إذا استمرت المعدلات الحالية فإن الأطفال والمراهقين البدناء في أنحاء العالم سيكون عددهم في عام 2022 أكبر من عدد الذين يشكون نقصا في الوزن والذين يبلغ عددهم حاليا 192 مليون في خبرنا الأخير قال مارك زوجربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك إن فيسبوك تعتزم طرح جهاز جديد للواقع الافتراضي يثبت على الرأس لا يستلزم جهاز كومبيوتر مفصل لتشغيله ما يتيح استخدامه بدرجة أكبر من الجهاز الحالي إيكولاس ريفت وقال زوجربرغ إن سعر جهاز إيكولاس جو الجديد سيكون 199 دولارا فقط وإنه سيطرح في مطلع العام المقبل وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين بغداد تؤكد عدم نيتها القيام بعملية عسكرية ضد كردستان الجيش التركي يقوم بعمليات استطلاع واستكشاف في إدلب واجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول بورما الجمعة بهذا إذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم مشاهدين بعد أقل من نصف ساعة في مجازة الأنباء دائما نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك